اشتركوا في القناة وكيف هل أرفع ملفين يعني كان هناك تساؤل بخصوص هذا الموضوع أردت أن أشارك معكم هذه الفكرة ربما للذي لم يسبق له أن فهمها ومستقبلا إذا طلب منك أي ملف من هذا النوع للجهة الأمامية والجهة الخلفية يعني كيف نقوم بالتعامل مع ملفات من هذا النوع أنا للأسف ليس عندي هنا أي شهادة عائلية حتى أعطيكم المثال بالتمام لكن سأجرب على صورتين نعتبر مثلا الصورة الأولى هي الوجهة الأمامية والصورة الثانية هي الوجهة الخلفية أنت تقوم بعمل سكان عن طريق هذا البرنامج شرحته في الفيديو السابق لمن أراد أن يعرف كيف نقوم برفع الملفات وهذه الأشياء على الفضاء الأساتذاء بالنسبة للحركة التنقلية وكيف نعمل السكان وهذه الأشياء يتابع الفيديو الذي يظهر في أعلى الشاشة شرحت فيه بالتفصيل كيف نقوم بهذه العملية أما بالنسبة لطريقة التعامل مع شهادة العائلية التي فيها ذي الوجهين يعني الأمامية والخلفية كيف نتعامل معها؟ نستعمل هذا البرنامج هذا البرنامج وهو سامبل سكان بنفس الطريقة شرحتها في الفيديو السابق نفتحه أنت تكون قد صورتها قم بالهاتف بتصوير شهادة يعني شهادة العائلية من الأمام ومن الخلف يعني تكون عندك صورتين صورة أمامية وصورة خلفية قم بالعمل صور لها بعد أن تصورها حاول أن يظهر فيها جميع الحدود يعني أن يظهر فيها أو تظهر فيها جميع الحدود الآن نذهب إلى هنا كما في السابق نذهب إلى هنا إلى علامة الصورة هذا إضافة الصورة ننقر عليها مثلا أنا هنا عندي بجموعة من الصور مثلا نعتبر هذا الرسمة هي الوجه الأمامي هذه الرسمة أحد الاختبارات يعني نعتبرها الوجه الأمامي لإجتهاد العائلية نقوم بإدراجها هكذا ونضغط على إمبورت أو إدراج أو إدخال أو إضافة آه يعني هذا البرنامج الجميل فيه أنه يحددها تلقائي لاحظ هنا هناك خطأ في التحديد نعم نضبط نعم الآن نعتقد أنها مضبوطة تقريبا مضبوطة الآن نضغط على العلامة الخضراء هذا أو الاتجاه السهم هذا الآن ها هي الصورة نختار الشكل المناسب مثلا الخيار هذا أو الأوتو أو الذي فيه الألوان هذا أو الرمادي أو الوضع الصورة أنا أختار هذا الأوتو أو التلقائي هذا مناسب مناسب انتهينا، انتهي نضغط بعدها على معلامة الصح شرحناها في الفيديو السابق آه الآن نغير لها الاسم مثلا هذه نسميها مثلا واجهة أمامية مثلا أمامية هذه ليست شهادة عائلية وإنما نعتبرها شهادة عائلية نضغط على علامة الصح الآن الآن تظهر لكم علامة بذية في هذه هنا نضغط عليها حتى تحول هذه الصورة إلى بي دي اف الآن أصبحت ملف بي دي اف ماذا نفعل؟ نقوم بحفظه أو مشاركته مباشرة من هنا أعفوا ليس من هنا من هنا ونضعه مثلا في ملف ضلون مثلا هنا احتفظ به أو تستطيع أن ترسله إلى حسابك في تيليجرام أو يعني آه يا واجهة أمامية يعني شاركت هذا الملف أو الآن محفوظ في ملف واجهة أمامية آه نسخة بي دي اف نفس الأمر نرجع نرجع ونعيد نفس الأمر آه نفس الأمر آه الوجهة الثانية آه الصورة الثانية يعني آه الخلفية أو الجهة الخلفية نضغط على إضافة الصورة مثلا ليكون مثلا هذه الامتحان هو الجهة الخلفية ها هو مثلا هذه الصورة مثال فقط حتى نوضح الفكرة يعني نفرض أنه هذا هذه هي الجهة الخلفية إذن الصورة مأخذة بشكلين نعم نضغط على السهم هنا هكذا نعم الآن نقوم بالتدوير لمن سألني عن تدوير أو فيه تدوير هنا لاحظ ها هو قمت بالأمقلوبة روتت آه هي نضغط على أوتو مثلا مثلا يناسبوني هذا مثلا الآن هذا الشكل الآن نضغط على علامة الصح يقول بنفس الطريقة أعيد لها الاسم الأفضل أننا جائما نكتب اسمها واجهة خلفية ما طلب لو افترضنا فقط أن هذه هي الشهادة نضغط على موافق ثم نضغط على علامة PDF هنا حتى تحول إلى PDF الآن تم تحولها إلى PDF الآن واجهات خلفية .PDF الآن محولة إلى PDF فقط حتى نقوم بالعطور عليها بسهولة نضغط على هذه العلامة التي هي شير أو مشاركة ونضعها مثلا هنا في ملف ضلو سيتم وحفظها لاحظ واجهة أمامية وواجهة خلفية حولت المكان الخاص بها نعم قمت بنقلها إلى ملف معين حتى يسهل تعمل معها الآن ها هي وضعتها هنا أين هذه الواجهة الأمامية آه هي وأواجهه الأمامية و man واجهة خلفية هذه حولتها إلى PDF آه ها هي أواجهة الأمامية مثلا لنفرض أنهّ هذه وجهة للأسف ليس عندي شهادة عائلية حتى يعني وضح بها هذا المثال لنفرض أنه هذه هي الواجهة الأمامية والواجهة الخلفية للشهادة العائلية قمت بتحويل الواجهة الأمامية إلى PDF والواجهة الخلفية إلى PDF هنا ستقوم بوضعها في ملف واحد ستقوم بوضعها في ملف واحد حتى يسهل عليك رفعها في الموقع إما أن تستعمل الـ Focus PDF Editor وهذا البرنامج ليس عندكم يعني شرحته وهذا برنامج عملاق احترافي في التعامل مع ملفات PDF أو تستطيع أن تستعمل هذا الموقع الذي هو I love PDF أكتب I love PDF يظهر لك هذا الموقع أدخل عليه يسمى Merge PDF أو دمج الملفات هذا تقسيم الملفات وهذا دمج الملفات اضغط على دمج الملفات هذه اضغط على Select PDF فايل ثم أين وضعتها في القصة المكتب نعم هذه الواجهة الأمامية والواجهة الخلفية أستطيع أن أحددهما معنها كذا ثم أضغط على Open نعم دمج هذا الملفات Merge الآن بعدها هذه الواجهة الأمامية والواجهة الخلفية لا نحتاج إلى قلب طبعاً إذا كان هناك تدوير Rotate من هنا تدوير إذا كانت أحدها أو أحد هذه الصوراتين أو البيديف هذا ملفين يعني مقلوبات تستطيع أن تدوير من هنا الآن النموزجين يعني متناسباً الآن نضغط على Merge أو دمج بعد أن يتم الدمج Dolwin Merge BDF يقول لك أحمل ملف المدموج آه نقوم بتحميله فتح نعم نحن فيه الواجهة الأمامية وفيه الواجهة الخلفية يعني تم دمجهما في ملف واحد آه جميل جميل بسيطة طريقة تم دمجهما في ملف واحد قمت بتحميله آه البعض إذا كان عندك هذا البرنامج أيضاً هو برنامج احترافي في دمج الملفات مثلاً Open آه أين مثلاً آه 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 واجهة الخلفية واجهة أمامية أضغط على آه Organize Insert From File من ملف آه آه واجهة خلفية يقول لك إن تضحى قبل الواجهة الأولى أو بعدها يعني بعد الصفحة الأولى بعد إذا كانت هناك عدة صفحات إذن هذا برنامج عملاق أنا أتركها بعد الصفحة الثانية أوكي هذا برنامج عملاق مثلاً لو أردت أن أقلب مثلاً هذه اللف الأسفل وأحولها إلى الأعلى تضغط على Swip من Organize تضغط على Swipping فتقول له نقل الصفحة الثانية إلى مثلاً الأولى أو هكذا الأولى نعم بحث أصبحت هذه هي الأولى وأصبحت هذه هي الثانية نرجحها مثلاً Swip أو الثانية أو مثلاً الأولى نرجحها هي الثانية هكذا ها أصبحت هذه الأولى هذه الثانية كذلك تستطيع أن تقوم بقلب وتدوير يعني برنامج متخصص في الPDF بعد أن قمنا ب يعني نضغط على حفظ حفظ قمنا بحفظ الملف آه هو هذه وجهة أمامي أصبحت فيها وجهتي النمس هذه أو التي استعملنا فيها الموقع هذه التي حملناها وستعملنا في الموقع أي هنا موجودة نعم أحدها نأتي إلى موقع الرقمنا أو فضل أساتيسا نأتي إلى المؤهلات والشهادة من هنا نقوم بالنقر هنا وإدراج الملف الذي فيه الصفحاتين يعني الأمامية والخلفية هذا كان كل شيء بالنسبة لهذا الفيديو آه إخوان أتمنى أن تكون هذه الطريقة أفادتكم أي استفسار أي مشكلة تواصلوا معي دمتم في أعمال الله والسلام عليكم ينصح الخبراء اليابانيين باتخاذ الإجراءات التالية ترجمة نانسي قنقر شكرا 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 شكرا